مرحباكم شباب كيف الحال معكم انس او شيخ الهرب ورجعت لكم فيديو جديد نحكي عن اللامات عيد الميلاد اللي احنا كنا منتظرين نفارغ الصبر في طور الزومبي تمام ولكن كمال منبلش شكرا لكم على الدعم الاخير في القناة وفي الدسكورد وشكرا للي حط الكود الايتم شوب كود الايتم شوب هو اسأل ايه شكرا لكم كثير صراحة هذا اشي اسعدني واذا انت مش حاطة الكود لايتم شوب يا ريت تحطه ففعلا بكاري يوتيوبر بابدى قاعد في اليوتيوب وبنقدم محتوى جيد رح يسعدني رح يعطيني الدعم معنا وكثير تمام ولكن كابل منبلش في لمات عيد الميلاد رح نعمل ان شاء الله جيف اوي رح يضمن تكريبا اكثر من عشرين فائز عشان يعني نعمل له كبير على مستوى في تكريبا لنا بحدود تلاثمائة شخص في ديسكورد فتأكد انك تنضم لها سيرفر ديسكورد سيرفر ديسكورد رح تلكو تحت برابط هذا الفيديو واذا انت محتاج اي اشي في توانبيكس يثب ان بنت ببناء توانبيكس وعندك مشكلة في جهة معينة انا على الاستعداد دائما بفوت عند الشباب وبعملوا العرارات البسيطة اللي بتصير معهم فاي اشي بدك يا من او من السكوات رح تلك انا دائما موجودين في رابط ديسكورد رح نعمل ان شاء الله على استكاة ترابات مئة وثلاثين سواء كان مدافع الكراسنا او كان غاز او كان الطيار او كان تمام رح ان شاء الله نعمل كمان على الاسلحة ومدد مثلا مدد انه اللي هالشتغل هزا لجاسي ان اللي هنا مدد مئة وثناش ان البسكت مئة وسبعة كله هذا ان شاء الله رح نعمله على مع الاستكاة غاز راب وانا كتير انه مدد فهذول اغراض هنا مش مني او مش انا اللي كانت بعمل مدد وشباب ميمو ودارا وام ام محمد هم اللي دعموني بشكل اساسي لهذول التلابات فهم دعموني بالتالي انا رح عمالين كل هنجف اوي لكم طبعا ما ننسى انه فيه هنا كمان من صديقنا اه بدر وصديقنا عمر هم ما كسروا معنا فيه كمان اميلي وبه ان شاء الله المدد او لجاسي رح نعنطيكم اياه نروح بالجيف اوي فاتاكدوا ان شاء الله رح نعلم عن قريبا في رابط ديسكورد اكدوا انكم تقولوا دائما موجودين في رابط في السيرفر ديسكورد تمام وخلينا هسا نبلش في الاشي المهم والاشي الاهم اللي هو اللي ما تحدث المهادو عموقع رديت ماجست ماجست معروف هذا دائما بنزلنا اخبار حلوة حبيت هذا الزلم من دون ما شوفه لانه دائما بنزلنا اخبار بالجنل في طور الزومبي تمام وحكي انه انه على البيرت دي لامر السريح الثانية في طور الزومبي رح تيجي رح تيجي في سيزن في سيزن تسع تسعة بوينت اربعة اللي هو تسعة بوينت اربعة هيجعنا تكريبا الخميس القادم بالزبط يعني يوم 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 سبعتاش ليلة الخميس اللي هي يوم ثيرس دي هاي وينز دي ثمانتاش ثمانتاش سبعة رح يجعنا لامات البرامات البرامات مثل ما انتم عارفين هون كل هذا رح لخصلكم اياه ان شاء الله انه عشان افهمو انتم معي فكل ما راح تاخذ مننا سامر تيكت اللي هو تيكتات الحالية ان انتم بتجمعوا فيه صلكم فترة وانا بتجمع فيه صار عندي عدد مليئة فان شاء الله نعمل الفيديو عليهم فكل ما راح تجمع تكريبا الف سامر تيكت بكلها بفرصة عالية انه يطلع فيها مخطط لجندري سواء كان سلاح او كان هيرو او حتى مثك والاهم من هيك انه دوب روتيشن اكتفيتد دوب رفنشن اكتفيتد ها اهم اي شي باللمات ها يانو مثلا انت فتحت اول لاما تلاقلك مثلا الباسكت تلاقلك مثلا بندل باس تفتح اللاما الثاني نسبة سفر في المية انه يطلع لك كمان مرة مثلا بندل باس الا اذا اصلاعت كل مخططات اللي جندري مثلا وخلص بيطلع لك شكل عشوائي بعدها فالدوب ريفينشن اكتيفيتد هاي بتحمينا انه اوكي المخططات الايبك والليجندري ما بردن يطلعن كمان مرة فهذا اشي جيد في البيرت دي لاما لان البيرت دي لاما بتسحب الف سامر تيكت و الف سامر تيكت مشي شوي يعني تاخد ضبر على الايبنت دي لاما العادية فانه يطلعنا دبليكيشن او طلعنا مخطط موجودة عنا عذا اشي صراحة بكهر فالحمد لله في ان دوب ريفينشن اكتيفيتد وان شاء الله ما يصير قليش زي ساني الماضي انه اول ما نزل اللامات اصار فيه دبليكيشن وردوا عملوه يصلوا حاكمان مرة وان شاء الله من اولية الحدث رح يجعنا دوب ريفينشن اكتيفيتد تمام دوب ريفينشن اكتيفيتد اوكي زي هيك تمام بقول لك هون هاي اللاما رح تولدنا الاسلحة والمخططات من هيرو الايبنتات القديمة سواء كيفينت الفروس نايت سواء ايبنت الهلوين سواء ايبنت الرويد ترب كل اليفنتات القديمة هس رح نشوف كل الخط الاشياء رح تيجي من اللامات في عنا جدول رح نفرجكم احنا وياه نحن اياكم رح نشوفه ونشوف شو رح يطلع لنا من اللامات وشوف الاسلحة اللي رح تيجي فينا تمام هون بقول لك اوكي بقول لك لما تفتح انت لاما واحدة على الاقل رح يجع عليها واحد ليجندري او مثك او اثنين ليجندري يعني لازم كل لاما يطلع لنا واحد ليجندري تمام هس اذا حضك قوي بطلع اثنين ليجندري واذا حضك اسطورة بطلع واحد ليجندري واحد ليجندري لانه ليجندري كان فيه ليجندري ونعرف ان اي ليجندري تكريبا من اللعبة بجماعاتين بيرك فاتأكد دائما تحصل على كل هيرز الميجدري هس رح نشوفه في بيرت دي لاما تمام بقول لك انت سمتم بوث كان بي ليجندري اللي هي هسا حكينا لكم كمان مرة بقول لك دي لاما والبل من اليفنتات الكديمة وحطينا هون كمان بالاضافة هون بقول لك عملنا لك عملنا لك عملنا لك قائمة شو رح يجي من اللمات من بيرت دي لاما فرح نضغط على على القائمة طبعا القائمة هاي طبعا رابط هذا الفيديو ورابط هذا القائمة رح تلقوا بفصف هذا الفيديو بس ينزل بتاحت حطوا كرة المزيد رح تلقوهن وتفوتوا عليهن اقول لك هاي الاحداث هون اسم الحدث بثل وينتر الحدث الوينتر حدث الرويد روب حدث فورت مارس حدث الير وعنا هون حدث الكرام سيزون وعنا حدث الفروس نايت وعنا حدث وحدث وحدث الوفي ستور تمام ملاحظ انه حدث الرويد روب هو اكثر حدث بيجي منه اسلحة فعنا هون اول شي بيبدأ هون اه نوع المخطط هون اسم المخطط هون من اي من اي اشي اجا سواء كان على الويتلي ايتم على اليفنت ايتم على علمات بيجي من هون من هون اجا هادس المخطط وهنا ممكن انت كيف منك تعمل تيكت ولكن مش راح تعمل تيكت الا لما تعمل اه وين ها اوكي اه ملاب انشاء نسخة زي هيك وبتحط موافق وبدنا احنا مثلا نعمل نسخة بدك تحدث انت التيكتات او بدك تعمل انت بيقول اوكي مثلا سي اشتي وانتر بدي اياه فبتحط عليه اذا نشوف اوكي بليز مع اكبس بطل اكبس اشهد بالله اوكي هيك بس الحمد لله هيك زي مثلا انت بتحدد انها هي اوكي بدي مثلا هون عندك هون كوكو خمس واربعين هاده المسدس الكهوه مثلا انت بدك اياه عشان ما تنسهوش بتحط عليه تيكت وبتحفظ عندك الاسلح صراحة بنجي فيه راح يجي بكل يعني حدث كل الاشياء اللي نزيم في الحدث راح تشوفون فيه عندك مثلا لينكس كاساندرا الميتك اللي بيجي هاي البس السودا او الكطة السودا هي هاي لينكس كاساندرا سب زيرو زينت لازم تحصل عليه خاصة للناس اللي مش جايبين بانارة وان بيك تلاتين هجمي سب زيرو زينت هذا بجمد ما بعرف هذا الهيرو اللي بجمد فتأكدوا انكم دايما تحصل عليه عنا كمان في الاشي المهم هون ممكن تشايكوا عليه بحالكم ممكن اذا انتو مش عارفين مثلا ايه هذا مثلا هاي الهيرو مش عارفين شو هي بتكمس عليك بستير انتو زي هيك تعملوا سيرج تعملونا سيرج جوجل وبتيجندك هون بس هاي هي الهيرو اذا مش عارفين شو شكل الهيرو هيا سالطريقة فهاي هاي الهيرو مش عطاك بزي دمج السنايبرات اه خمسين في المية كا كوماندر فانا مش اوكي حعرف الاشكال الهيروز وعرف اشكال الاسلحة بس مش عارف كل الاسماء تمام فان مثلا هون عنا سير هوتيل فبكبس عليك دبل كليك بحط سيرج بروح الهون وقل لك اوكي اللي هيا هون بحط على الامج تيجي عندي حالة السريع اوكي راح الامج اللي هاي هي هاي المتركة او هاي راح تلكو هاي هون فاذا مش عارفين انتو الاسم او متخربطين فممكن تحاول تبحث عليها مثل هيك وراح تكون احسن اشي طبعا ما بننسى انه راح البندل بس يرجع خلاص هاي خبر مؤكد ان البندل بس رجع واللي ما بارف هو البندل بس واكوة سلاح تقريبا لسماشرات تقريبا هو اكوة سلاح اه رهيب جدا البندل بس فعلا اه سلاح يحترم فاتاكد انكم تحصلوا عليه عنا هون ممكن تشيكو انتو بشكل كامل عن هون مثلا رمح السير لانسلوت عنا ستيم سكيور 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 اوكي عنا ستيم تريشار المنجل الكوي عنا هون عنا البارون هاي البارون اللي هي بتبتل السرعة في كثير ناس كانت يجي عنده تتجون علي بدون متركة السرعة فاتاكد انكم تحصل عليها هي موجودة هون جاك رفنج واكوة سلاح تقريبا في البضل بضر بضر طلقة طلقة ومسدس كوي جدا تاكد انكم تحصل عليه عنا كثير تشكيلي بتجنن هون فاتاكد انكم انتو تشيكو عليها واحدة واحدة وتشوف شو البناسبكم لان انا ممكن اقول اوكي الكوكو خمسة اربعين كوي سلاح كوي بحبه انتو مش عندكم تلعبوها ومش متطورينو بالمرة او مش عندكم فا ممكن ممكن يعني بيختلف هي هي من نهاية بزاجات وانا اللي بعجبني مش رح هيعجبكم اللي بعجبكم ممكن مش رح هيعجبني فالبدكم اياه فانا ضرورة تحصل عليه في اشياء انه خلاص هي هي اشياء قوية ولازم تكون موجودة معك ما بعرف شكله بس تعمل هيك وسيرج دبل كليك علي وتعمل سيرج لايس كينج اوكي اللي هو هادا الهيرو هادا الهيرو بعمل بعمل سنيرس فهي جيد للي ببني تلعب تاني اللي بحط البستبع وفي بعمل لكل الزوم بطيهم تلاثين في خمستاش في المية بكون رهيب جدا فاتاكد انكم تحصل عليه رح تلاكو رابط هاي القائمة ووجود تحت في وصف هذا الفيديو وخلونا نكمل شو رح يجي في اللامات هنا بقول لك بخمسة وعشرين الشهر لثمانية وعشرين الشهر كل يوم راح عندونا اللاما مجانية برده لاما فانا مثلا عندي ثلاثين الف تيكت بيقدر نفتح ثلاثين لاما بالاضافة انه بين خمسة وعشرين لثمانية وعشرين انها هي ثلاثة ايام ويتلاقي تلاقي تلاثة لامات اجزادة ولكن هاي ثلاثة لامات مجانية فاتاكد انكم تحصل عليهم كل يوم اذا ما بتخذوهم مش راح تتجمع يعني فالمفروض انك خمسة وعشرين شهر ستة وعشرين شهر سبعة وعشرين شهر تمانية وعشرين شهر اي اربع لمات سارد ولا ولا الرياضيات السعبي يعني خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين تمانية وعشرين اوكي اربع لمات مش ثلاث لمات فاتاكدوا كل يوم تسجل وتسجيل دخول عليه بتروح على اللمات وتفتح هاي اللاما مجانية لان اذا ما فتحت هاش راح تروح عليكم. انا مش راح تتجمع. تمام? فتأكدوا منها الملحوظة لانه في البعض كان كل انه اوكي بتجمعين. فانا بقود اصحح فيه. فتأكد انكم دائما تفتحون اللمات اول بول. تمام? هون بقول لك اه اللي هي اللمات اللي مش اللمات اللي هو مثلا قلت لكم هي هال اللي بطلع لك مع الاسلحة مثلا فتحت مخطط لسلاح مثلا ما بيجي لك سلاح لانسلوت ثاني مرة رح يجي لك فهي هون بقول لك باك دون ان اوكي ما في وبقول لك وانت بصير اذا انت مثلا فتحت كل الاسلحة اسلحة مثلا هون في عنا القائمة هاي فتحت كل الاسلحة وحصلت على كل الاسلحة الموجودة هون تمام? فا اعتقد ان المعاعة تكريمًا بفتح خمسين لما اعتقد رح يحصل هذول كلهن. فبعد ما تحصل هذول كلهن رح يجي لك تمام اوكي اعتقد واضحة هيك فهون بقولنا اوكي يعني انت بعد ما تفتحوا كل المات الاسلحة فراح يصير انك مش رح يصير يتحول مثلا من لصير كله رح يزي لك ولكن رح يجي لك اذا فتحت كل اوكي هنا بقول لك اخرى كمان اوكي هاي شرح كل الحكاية للكم اياه بقول لك هنا اوكي هاي معلومة جدًا مهمة انه انتو اذا اثلا رح يخلص اللامات رح يخلص انو انت في نهاية السيزن التاسع اوكي سيزن عشر وانت رح يبلش اعطاك تضيل له عشرين يوم تسعتاشر يوم اذا ما خب ظني تبول تحت بطاليقات اذا ما خب ظني تسعتاشر وعشرين يوم بقول لك هنا اذا انت مثلا عندك سبعين الف تيكت مثلا او ثلاثين الف تيكت او او ربين الف تيكت وفتحت عشرين لاما قلت اوكي خلي الاخر التيكتات فتلاكي الباكيات خلين لاخر شيء بجمع في اللمات وانسي تفتح انت اللمات مش رح يتحول تيكت لبرد دي لما رح يتحول للمات السي فاي حدث السي فاي فاتأكد دائما اذا انت بدك اللمات تفتحين كامل يعني ما تخلي اللمات معك في خلاص السيزن التاسع لسه معاك تيكت لانه رح يتحول اللمات سي فاي مش رح يتحول اللمات مش رح يتحول اللمات بيردي اوكي فاتأكد من هاي المعلومة واخر شيء بقولنا انه هنا بعنطنا تيك صغير او تلميح صغير لسيزن رح يجينا في السيزن العاشر عشان شوكونا لاسيزن العاشر ملا عارفكم اه سيزن العاشر رح يقولك اوكي تقولك تاك الوكي انظر نظرة خلينا نشوف احنا وياكم طبعا انا شفتها طبعا من كبيل هي ركزها ولكن خلينا نشوف احنا وياكم ركزتين حتى فألاحظ هنا الهابي بيس كايل ماسك سلاح الدوت وعمل بيسه وكاعد بتخفي الزومبي اوكي الاسلاح فيزيكال اوكي الاسلاح فيزيكال بس خلينا نشوف شهر سرعة النت ما تكونش هيك اوكي اوكي شايفين عيال الهايه اللي بصير فييه شايفين سرعة النت بس خلينا نعمل بس شغل عسنا نسرع الفيديو هيك مفروضها سيزبط اوكي اوكي سلاحة مع نيتشار بقولوا من سلاحة مع مدد اي ركسة تلاحظ هنا حط على الركسات على الركسات فيه ركستين اجداد البوغي داون والستار باور فا اوكي ارقز اخلع يا هابي بيس كان الله متى كليل بطلع منك فهي الاشياء رح تجينا في السيزن الحاشر اشياء جديدة اعطاك الاموت نظام اموت جديد هي كل شي كان معنا بالفيديو لا تنسوا رابط السيرفر ديسكورد موجود في وصف هذا الفيديو عشان رح نعمل بيوفوية جدا عالي ولا تنسوا كود الايتم شوب اسأل ايه والسلام عليكم رحمة الله في امان الله اشتركوا في القناة